الأزمة بقى للخسائر خصوصاً إن مستر جو يستعد لتمويل المرحلة الأولى من المشروع أنا سايفة إن ده حل هاي ومستر جو إيه اللي هيخليه حط فلوسه في شاركة معنا في الوقت اللي إحنا فلوسنا فيه كلها متجمدة مش عارفين نصرف منها جنيه حد أكيد ما برميش فلوسي في الأرض يا مستر يحيا إحنا في سوق كل حاجة بتفرد الماركت باليو بتايتها معلش أنا عاسف لمعقصة تكلمنا عربي يحيا أنا عارف بحط فلوسي فيني وميتها إيه والعائد بتاعها إيه غير إن الأسهم بتاعت الشركة تركت لو في تاريخها ولسه الفصل في القضية اللي مجمدة أرصدت الشركة فأنا بقترح شراكة في المشروع الجديد مقابل نسبة في الأسهم بتاعت المجموعة لما ترجع لك بتستطفل بالعاكر ماسميهش كده بسميه إنك في حد تكلم عربي اعتبارها كده وده حاجة مشروعة في إيه يا سوق مستر يحيا ده الحل الأنسب في الوقت يا راجل يا راجل مستر يحيا إيه وحل إيه تجيب لي واحد يشتغلني ويستغليني في قلبي مكتب عيني عينك وتقول لي حل اسمعها بهوات أنا الكلام المتستف بتاعك وده مليش فيه بس أنا راجل تامر كل أنا فهمته كده ملي أهلاً 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 فرصة سعيدة يا ماجي هانم أهلاً بيك عز حكالي عنك كتير بس طالع ما بيعرفش يحكي اللي حكاهولي أقلب كتير من اللي أنا شايفه والله يا عمي مدم ما يجي ما بتتحركش لأي حد بس هي جاءت لحرك مخصوص النهاردة ما خلاص بقى يا شعز ما انت قلتلي الكلام ده وحكتلي كتير وأنا سمعتك كتير خليني بقى أسمع الهانم مرسي الحقيقة أنا كمان سمعت عنك كلام كتير قوي أتمنى يكون حقيقة وما تخزينيش ما تدقيش يا ماجي هاني عميسلي ما بيرودنش أي حد يقصدها حسب الطلب يعني لو أي شيء بإيدي مش هخزلك هساعدك لا في إيدك أنا عايزة أشتغل في تجارتي السلح هو ده البزنس اللي هي أخزاني فيه يا سعز والله يا عمي أنا أول مرة أسمع الكلام ده زي زيك لا لا الحقيقة عايز ما يعرفش حاجة كل اللي يعرفه إنه جاي علشان بزنس السلح دي أول مرة يسمعها زي حضرتك بالزبط يا ريت إن كنت سألتها أكيد كان هيقولك إن عيلة العطارين خلاص طلعت برى التجارة أنا مش جايلك بصفتك من العطارين أنا جاي لسليم بيه أكبر تاجر سلاح في مصر اللي كان كان شوفي يا ماجي هانم أي بزنس تحبي حضرتك تدخلي فيه أنا حساعدك فيه تحت أمرك إلا السلاح فكر أنا حسيبك تفكر عشان نتقابل تاني وأنا واثقة إنك هتققى في جابي ولا مش عايز تشوفني تاني ايه يا يحيا اللي أنت عملته ده؟ في إيه؟ عملت إيه؟ يحيا مبدئيا كده أنت لازم تغير طريقتك مش معقول كده أنا دي طريقتي يا ياسمين وعمره ما تتغير لو زعلت عشان قلت على الرجل اللي أنت جابي ده نصاب واستخلالي فعشان هو كده فعلا ليه نصاب يا يحيا؟ ليه نصاب؟ الرجل ما قالش أي حاجة غلط بالعكس كان بيتكلم very professional ما هو طريقة كلامه والvery professional اللي أنت تتكلمي فيها دي؟ هي اللي خليتنا شوكي فيه ويقول علي نصاب يا سمين أنا مليش في شغل الملاغية ده شفت بقى يحيا؟ هو الكلام ده اللي أنا بتكلم عليه إيه شغل الملاغية دي؟ أيوة ملاغية وايوة مليش فيه وقال لن لازم أشمل لك بقى واحطي لك كلمتين إنجليزي واستيكلام عشان كلام يعجبك زال بيه؟ أنا ما قلتش كده يا يحي كل اللي بقوله أنه لو في موقف أنت مش عارف تتعامل فيه سيب اللي بيفهم يتعامل الفهم يا سمينه عمر ما كان بالعالم في المدارس الفهم المرمطة وشرب المر على الصفة معلش ما أنا ما تعلمش في المدارس اللي أنتو تعلمتو فيها لا يا يحي أنا أكيد مقصودش كده طبعاً والله أصدق ما تهيليش يا اسمي أنا عارف كويس قوي أنا بأعمل إيه؟ وأعارف كويس قوي كمان إزاي أحفظ عليكم وأحميكم الرجل اللي ماشي ده زي ما قلت اللي جاه استطفل مع العكرة ولو ده ده اسمه أيمن كمان هينصص معي ثقيفية واسمعي كلام أخوك الكبير ماشي يا أخويا يا كبير تسعلش مني يا يحي لأ قلت حاجة دايقتك أنا أسفر مقصودش ربنا موجيب يا ربنا مجبديا فارغاري عريبا وكامان بسانتوا لراب يا رب يا راب يا الله عزيز ايه ده؟ ما تنسل صحيح حريبتي؟ انا مش جاي لنوم انا كنت جاي بقدري والله اسمينه اللي لعبايدة بقى خلينا افضل قاهد وبتمم على الحكاقة على كذا حاجة في الدار كده ما تزعليش انا بصراحة ما هنش علي يا نامي قبل ما قولك على حاجة حاجة واحدة؟ يا سلام قولي يجي مليون حاجة تحت امرك ايه؟ مالك الصراحة يعني انا كنت شكة في حاجة والنهاردة لما رحت دارنا اتأكدت مني شكة في حاجة؟ لا جميلة او يا كني بتشكي ان في حاجة بيني وبنحسنة والله دي زي اختي لا اللي انت بتقوله ده يا عزيز انا شك فيك برضو لا انا قصد يعني حاجة هتفرحك طب ما ده ما هتفرحني يقوليها مستني يا جميلة اصلي يعني اصلي يعني لا دي ايه واحدة بس عشان اداء الافلام ده انا عارفه هو اللي في بالي بجد انا حامل مش بقولك اداء الافلام ده انا عارفه والنبي حامل ايو بقولك انت تيجي معاها عند اهلك بقى عشان ايه؟ استني طب لا خليك خليك ترتاحي وانا هجيبها لا انا 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 هقدم حامل حامل الف حمد يا رب الف حمد و شك لك يا رب مبروك يا بيت لا يبارك فيه بس ماتقلش يا بيت خلاص مبروك من غير يا بيت ها قولي بقى هتسمي ايه؟ بص انت دربك تيني اه مافيش حاجة بالي بس لوهد هسميه حسن ولو بيت هسميه الرحمة وهو ده مش الجفال وحش؟ انا ماكصدش حاجة يعني انا قصد يعني سواء ولد ولا بيت هيطلع حظه زيه ايه دعوني يطلع طيب زيه انا عايزه في طيب تقلبك انت عايزه دكتور قد الدنيا اسدت يطلع زي ما يطلع او ده بزاتة يا جميلة انا مش عايزه يبقى مخصوب على اي حاجة انا عامل ما اخترت حاجة يا جميلة محدش جي فيه مسألني نفسك في ايه قالوا انت تولدت ياتين ما عندكش اهل اترم الحمد لله قالوا لي هتعيشي انا في الدردان ترماله حاضر قالوا لي هتمسك سلاح برضو قلت حاضر مع عينتي اكتر حاجة ما بكرها في حياتي الحاجة الوحيدة اللي هو رساله انه يحب اللي منهم يخاف عليهم غير كده لا هو حر تريدك نظافي ميت مرة سرسار 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 يا جميلة هارودي ايه مالك تخضيت كده لايه؟ لا ابدا ما تخضيتش ولا حاجة انت اول مرة شرفيني في المكتب في حاجة مهمة ولا ايه؟ مش غولة ولا ايه؟ اه لأسف حدي بحاج مهمة انا مش عطلك انا بس حبي تاجي بريك لك بما انك كبيرة العطارين ولا اللي بيننا ما يسمحش بكده اللي كان بيننا رودي كان يا رئيس الحاجات اللي انت طلبتها اجت استبقى لك ايه اللي حطالك في العربية و ايه الحاجات دي؟ دي ولاد اخواتك ولا ايه؟ لا دي شوية حاجات كده الناس غلابة مش هحر باسمان انت تمام يا رئيس انا يا اسفارودي مش هخدر عود معك اكتر من كده ما فيش ده للأسف ما حصلش حيك زي ما قلتلك كنت جاي بريك لك مبروك يا احي مبروك يا احي مبروك يا احي احياني مبروك يا احياني اشتركوا في القناة